اشتركوا في القناة البيان للشركة فقط شرعت في إنجاز دراسات تقنية اللازمة لإنشاء محطة للطاقة الشمسية الكهروضوية بقدرة 200 ميجاوات ومجهزة بنظام تخزين الطاقة بولاية تيندوف بمقربة من منطقات استغلال المنجامي انتغار جبيلات إذن وأضاف البيان أنه قد تمت انطلاق الدعوات للمناقصات يعني مع نهاية 2023 وستنطلق الأشغال في الثلاث الأول من السنة 2024 ويرتقب أن تدخل هذه المحطة حيث الخدمة في غضون فترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهر وسوف يتم استغلال المحطة لتأمين حاجات تقاوية لمنجم غارج بيلات وكذلك المناطق المحيطة به حيث سيتم ضمان تربطها مع شبكة الكهرباء الولاية تيندوف حسب ذات البيان نفسه ويأتي هذا التجسيد لسياسة الانتقال التقاوي للبلاد والرامية إلى تطوير طاقة المتجددة وتنويع مصادر التقاوية إذن هذا خبر مهم جداً سوف يعزز لا محالة المشروع الاستراتيجي الكبير لاستغلال الحديد وخاصة ونحن الآن لدينا ثلاث مركبات ضخمة لإنتاج الحديد بجميع أنواعه في وهران وعنابة وميلة إذن كل هذه المشاريع ستعزز من الاستغلال من تنويع مصادر العملة الصعبة وتنويع الاقتصاد الوطني خارج المحلوقات شيء جميل نترككم في الاعتلاع وحفظه والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر